ايه يعني نفهم الناس والأي حد طبعا بتفرج علينا عنده استفسار أو يعني عايز يشارك معنا في الحوار تليفوناتنا هتكون على الشاشة هو البداية كلها ان احنا يعني اسلام السعداني هو كان حد علم اليهودة وكده فخلص هندسة دهت الحاجة الطبيعية بس ويعف الحفرة اللي بيحصل بيعفيها اي حد في هندسة وممكن تسعد في أول سنة فدبلر في أول سنة وبدأ ساعتها بقى لو صدمة يعني طالب بتجيب مجموعة لطول ناجح فالسقود دي حاجة كبيرة فبدأ يدخل ترينيج في كل الأقسام بتاعت هندسة واختار القسم وهو يعني في آخر سنة السنة القابل الأخيرة بدأ يعني لوه طب هو أنا ليه ما اقولش يعني ليه ما اقولش الناس وعدهم مع ناس في الكلية يقولوا لهم الحاجة دي اول سنة ممكن تمشي ازاي مش اول سنة بقى يعني في المطلق انت انت بتبقى داخل مش عالف عايز تدرس ايه طول السنوات مثلا خمس سنيني في هندسة في طب في اعلام صحي كده بالزبط كده فأنت بنبدأ اللي هو طب الفكرة جاتل اللي هو طب ليه ما نقولش الناس لي ما تعرفش ليه الأقسام الموجودة في كلية وتعرف كل قسم يخرجك على شغل ايه وفي نفس الوقت طب تعرف كمان الدراسة عاملة ازاي صعبة ولا سهلة يعني مش مش لازم ادخل مهندس عشان ابتدتوه من امتى ده كان ابتداء اسلام في 2011 كنت انا حضرت عادي كده هندسة برضو كنت عايزة في هندسة وكده بس خلاص بقى يعني ابتداء خلينا روح لنور اكيد بيجيلكوا طلبة او يمكن انتوا من خلال الدورات اللي انتو عملتوها قبلتوا طلبة مثلا عندهم صعور بالاحباط مثلا اول سنة تانية سنوي اللي هيب هيترتب عليها مجموع بقى تالت سنوي هو خلاص من الوهلة الاولى عارف انه مش يقدر يدخل كلية اللي كانت حلم حياته يعني كان نفس يدخل طبق او هندسة في خلاص نتيجة لمجموع السنة الاولى وعارف ان كده يعني خلاص شكرا فحل بتبتدو تقولولو ايه مثلا الفرص اللي انت ممكن تدخل كلية تانية وتتفوق فيها تتناسب مع قدراتك يعني اكيد ده حاجة وجهتوها صح؟ طبعا وليلي بتعملي ايه بقى بصي احنا وده كثير طبعا في مصر اهلا مصر كلها احب انتي قاعدة بلد ما ده خلوش كليات الومايز انتي موجودة في بلد التانسيق هو اللي بيقولك انت هتخش كليات ايه مش 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 الشخص اللي حابب ايه بالزبط ايه مش حظ ايه يعني اكتهاد سلاول فرقا لا هو طبعا اكتهاد وربنا بس يعني الواحد بيبقى ساعات برضو عامل اللي عليه ومذاكر و انا معي كانت اكتهاد اكتهاد لا لا كانت اكتهاد طيب بتعملي ايه يا نور بصي احنا بنقض معهم اول يوم اصلا يعني اول هو الحوار كله بيتقسم لثلات يام اول يوم بنتكلم عن صوفت سكنس تلمية مهارات بقى الشخصية بتاعيتهم قبل كل حاجة تاني يوم وثالث يوم بنقسم الكليات العلمي وادبي سواء عالمي علوم مع علمي رياضة وبنقسم بقى موعيد مختلف على اساس ان في حد عايز مثلا عالمي عايز يحضر كلية موقف ممكن يخشها بمطاع ادبي بيحضر معيتي موعيد مختلف هو يحضر كلية اللغة عايز يسمعها تمام نفهم من الاول طبعا ان كلية اللي هتجيله دي ربنا هوا كتب له الخير فيها مهما ان كان كلية هوا هو فعلا اللي عايزها وده حلمه ولا ربنا بعتها له كده تمام ايجاد دلوقتي ابعد النتيجة خليها في الاخر خالص تعال اسمع الكليات حتى لو كلية مش في بالك خالص تعال اسمع عنها حاول ما تسبش كلية تفوتك اا خد الخبرة عن كل كليات عشان انت لو فيه كلية في دماغك مجاتش ما تتضايقش يبقى عامل احاطة بديل في دماغك تمام بس ده كده احنا بنحاول نفهم كده وما يسيبوش كلية معي انتو مبدأين انت خارج هندسة يا محمد صح؟ لا انا متخرج من تجارة انجليشان شمس والله العزيم انت مية مية والله العزيم وانت كمان اخر سوردوس الاستفاضلي سنة طب محمد ايه اغرب الحاجات وانتو مثلا بتشتغلوا في الدورات اكيد قابلتوا نوعية مثلا من الطلبة انتو حسيتو انه لا النقطة دي لازم نقف عليها النقطة دي لازم نركز فيها اكتر حاجة لاننقطة دي احنا بنشوف ان الطلاف في مصر محتاجينها كانت ايه اكتر حاجة لهم ما عندهمش فكرة المرونة في حتة الانا خلاص انا عايز كلها معينة انا خلاص هي دايته ولما لو ما جتليش مش عارف عامل ايه دمت بقى حاجة بقى يعني بنحاول اللي هو الانهيار او مش حتى في نوار حتى بقى خلاص بقى ما جاتش ممكن اوديني في عيه حتى ما فيش مشكلة طيب انتو شايفين ان الاهل بيبقى لهم دور يعني مثلا انا ابني دولتي من هو صغير بيعد مامي ادخل كله ايه يعني بيعد يفكر معايا فانا انا كامه ببقى شايفة مثلا هو معندوش قدرة خالص على الحفظ شايفة في السوشيال مثلا ما بيعرفش يحفظ فبابتدي انا كامه ممكن بواجهه في حتة تانية شايفين ان الاهل اليهم برضو دور في الموضوع ده نور بوسي هقولك حاجة الاهل دايما بيدوروا على كليات الكمة انا وبحدة من الاهل عمري ما هدخل ابني طب ولا هندسة لان انا واندي دكتور اه انتي تتكلمين بكتور لا بس عايز اقولك معظم الناس تانية معظم التفكير دلوقتي يصدقيني ان الناس مش يعني يعني الطب معليش محترامي لكل الدكاترة تاخدي يعني وقت كبير جدا سبع سنين وبعدين ماجستير ودكتوراه لان انا واندي دكتور شايف الموضوع مأساة قد ايه فلا هي تجارة انجليش هيلة جدا انا سعيدة تجارة انجليش انا لسه شايفة قوصت على الفيسبوك برضو حد كم مشايروا الفرق ما بين واحدة دخلت طب وواحدة دخلت تجارة انجليش واحدة بعد سبع سنين تجارة انجليش بقت معيدة في كلية عملت ماجستير واشتغلت وبقت حاجة كبيرة في الاستثمار وجوزت وليها والدين عربية الفول اللي في مصر الجديدة ده هندسة تقريبا واحد عشان بس اللي ما يعرفوش واحد يا اسماء في مصر الجديدة عندنا تجارة تقريبا يعني عمل عربية وعايز اقول لك عربية فول شكلها شيك جدا وما شاء الله يعني الله اكبر ربنا يزيد ويبارك الشارع مقفول روحت في رمضان عشان اكل عنده الشارع كان مقفول وعايز اقول لك ان بجد مش شرط مش بالدراسة يعني الشغل مش بالدراسة يعني هو ده اللي بنحاول نعمل هو ده اللي بنحاول نغفره اللي هم نحنا الخير بس مفهوم النظرة اللي بنشوف بيها الامور الوقتي من كليات كومة من كليات قاع لمبادئ ان انا لازم مدخل الهندسة او طب عشان ابقى كويس او عشان فلوش حندولعطي في 2015 استو زى ا prolong تجربه بتاعتك expرمBox orangutans يعني اللي انا بقول لك نور محمد الدوني نسبة نسبة و تنسبة يعني انتم حسيتوا قد ده Raven هل شايفون انه مهم نئد يبقى في المدارس انا طبعى انا انا عرف انه انا نغارفة قراربه بالتعليم عندنا أه خاليها على جب لا 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 بصوا بالمناسبة يا جماعة فيه حاجات كتير جدًا حصلت في شهر رمضان وإننا كنا صايمين بقى مش بنتابع فيه بالفعل تم عمل الاجتماع بين رئيس الجمهورية، سيد الرئيس، وبين وزير التربية والتعليم خلال شهر رمضان وتم الاتفاق على تعديل أو تطوير منظومة التعليم وكمان هيكون من ضمنها اللي احنا هيبع عندنا اول مرة في مصر فيه رئيس جمهورية بيتطلع على الاحتة التعامل مع الطلبة مع الوزير هل بتشوفوا ان دي يمكن نصيحة مثلا بتقدموها انتو عزين المبادرة بتاعتكو دي تكون موجودة جو المدارس ولا نكتفي انها ممكن تكون مبادرات طبعا من الشباب وده حلو جدا ولا يبقوا الاتنين مع بعض الاول جابت نتيجة قد ايه يعني الاول جابت نتيجة قد ايه فاحنا الحمد لله ويعني مع مدار كل السنة مثلا بنبقى فرنج 150 فاخر السنة دي ده عدد اللي بيحضروا معا كل دور اوه كطالب يعني بيحضروا في التلاتة ايام فاحنا العدد الوقت يوصل كاصر النتيجة وكان ده كانت في مدية نصر بس عملنا في مدية نصر وفي التجامع السنة فالعدد حتة واحدة في القاهرة اوه من الاسف مش قديني بالضبط حاجة زوارة جدا ده كان نجاحه كنسبة هي بتحصل والدليل انها حاجة مهمة وحاجة بتفرم مع ناس ان كان فيه ناس جايين لنا من بنها وناس كانوا جايين لنا من اليوبية وفي التجامع حد جايين لنا من شبرة ففي ناس بتيجي من الماكين يعني الطلبة عايزة طيب نور وليلي يعني سريعا بقى كده عملتوا في القاهرة في المدية نصر والتجامع هل بيبقى فيه مقابل مثلا مدي يعني انا كطالبة بروح مثلا عشان اجي استفيد من الدورة التدريبية بتاعتكو دي هل فيه مقابل مدي انا بادفعه ولا لأ ده سؤال سؤال التاني الناس توصل لكم ازاي طيب بوستي بالنسبة للفلوس احنا ما بناخدش حاجة احنا بتبقى فور فري بمجرد ان هما بيجوا بيدفعوا بس مقابل الحاجز السنتر اللي احنا بنعمل فيه المبادرة ان انتو تليموا الخيمة الاجارية بس تتعطي المكان او بالضبط او ما بتبقاش حاجة كبيرة بتبقى حاجة رمزية جدا حاجة مايز اقولك ايه بتتروح من 10-15 جنيه طيب كثير مع 10-15 جنيه بس نيني بس نيني بس نيني عالف اللي هو يعني زاجة معي كده او مساهمة عشان تقدروا تؤجروا مكان بالضبط اه هوا مش اكتر من ناخدش حاجة اه بالنسبة لسؤال التاني بنوصل للناس زي بوستي احنا مفروض ان احنا بنتبقى فلايرز اوكي اه بنوزها احنا بنبدأ اه بعد اما ايام الريفجين بتاعتهم كده ايام سنويا عامة بننزل السناتر بننزل المدارس نوزع الفلايرز دي عليها ارقامنا وعليها الصفحة بتاعتنا بيوصلوا لنا بقى ساعتها ويبعدوا لنا بقى طب انتو دلوقتي انتو شغالين بالمبادرة مشاعدين تشوفوا صغرة رسمية اكتر تكونوا بتشتغلوا بيها عشان يكون في اه 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 مضالة انتو بتشتغلوا تحتيها برعاية كويسة تقدروا تقدروا تقدموا خدمات لناس اكتر يعني ما فكرتوش في فكرة احنا احنا اصلا يعني طالقا على وزير التعليم احنا حاولنا نوصلوا يعني اسلام ساعدان لبدأ الفكرة حاولوا يوصلوا وكانتي مؤتمر صحفي كده وارحنا حضرناه يعني ايه حاولوا يوصلوا يعني ووصلوا ولا ما وصلوش حاولنا نوصلوا ووصلوا فعلا وكتت يعني يكلمني ورحنا واقعدنا معاه في المؤتمر دوت ويعني اتكلمنا لكن لسه مفيش قرار عليك بس الكلام ده تقنى الفين واثناشر تحديدا نعم ساعدان احنا حاولنا مع المنظمة في المطلق يعني لا احنا دلوقتي يعني الفين وخمستاشر لا 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 ده احنا عندنا من الفين واثناشر الالفين وخمستاشر ده احنا عندنا عارف كم في وزارة مبدئين عشان بعير في وزارة مشت ورئيس وزر الراحل وكم وزير روح فانتوا من الفين واثناشر وبعدين الفين واثناشر دي كات وزارة دي كات وزارة لا احنا هلا احنا خلينا احنا هننسى الفين واثناشر دي تمام انا عن نفسي دي من وجهة نظري سنة ضائعة من عمر مصد هلغيها نخلش بقى في الفين وخمساشر من الفين واثناشر لالفين وخمساشر معي يعني احنا نمسينا الله نمسينا نص حدد احنا هزين حاجة دي تبقى ايوه هو اسلام دلوقتي راح للوزير اللي كان في الفين واثناشر اوه وعلي انتي كانت وزارة وزارة رئيس مجلس وزارة ملومش علاقة بالتعليم اصلا اه فما علينا ما حاولتوش ليه توصل الوزير التربية والتعليم الموجود دلوقتي يعني احنا بنحاول بس سواء الموضوع ببقى صعب عشان توصل عشان توصل الوزير صعب عشان توصل اصلا دي بتبقى صعبة شوية وعشان ببقى خطوات بتحصل احنا لو المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بيسمعنا اول مكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم من فضلكم نور ومحمد عندهم فكرة احنا بنتمنى انهم الوزارة تستجيب ليهم سيادة الوزير لو وقتك يسمح للشباب يعودوا مع سيادتك يعرضوا عليك الفكرة تبقى فكرة مقننة ورسمية من خلال الدولة اه حاجة من خلال الدولة يشوفها جايز جايز نقدر نساعد بيها ولادنا جايز نخفف الاعباء على الدولة جايز نخفف حدة التوتر على الشباب حاجات كتير ممكن المجاميع كمان بقى في الحالة دي تقل الناس تقتنع عن هي ما يبقاش كله طب ما يبقاش كله هندسة ما يبقاش كلها سياسة واقصاد فالمجاميع هو التنسيق في مصر بقى يعني ايه رأيكم صحيف معدل الارتفاع التنسيق في مصر يعني بتشوفون ده طبيعي انا شايفة انه هو بياغلى مع الاسعار يعني زمان كانت الناس سنة التسعين وزنة التمانين كانت ممكن تدخل الطب بحاجة وتمانين في المية مثلا آآه تمام دلوتي الطب بيخشوه بسبعة وتسعين وتمانية وثعين في المية فقض انتوا بشوفوا اللي التنسيق وفي نفس الوقت ارتفاع التنسيق ده عمل مشكلة تانية انه انا باخد رأيكو يعني بفكر دي وجهة نظري بس طبعا انا مش من حق ان انا نفرد وجهة نظري على حد ان ارتفاع التنسيق ده خلى مجموعة من الطلبة يروحوا يخشوا كليةهم ومش مقتنعين بيها يعني مثلا كان ال اكيد انتوا دخلت كل التجارة في اسمعت المسترحة ده يعني كل التجارة في جماعات في جمهورية مصر العربية يطلق عليها جراش الجامع كلية الشعب كلية الشعب كلية الشعب او جراش الجامع وده بيقلل جدا 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 من كلية التجارة فيخلي الطالب يدخل كلية التجارة وهو مستغطر بيها حتى لجيب مجموعة مرتفعة فبتشوفوا ده ازاي يعني تشوفوا ان التنسيق ده ظلم ناس كتير قوي هو ليه تنسيق عالي قوي عن زمان يعني ما فكرتوش تشوفوا من ضمن مبادرتكو تعملوا كده دراسة تستكشفوا ليه تنسيق تطور غلي مع الاسعار ولا ايه طيب هو هاتفجة تنسيق بيعلى او بيقل ده بيبقى حسب المجميع يعني الناس كتير جابت مجميع كتيرة او عالية انت بشوف ان معدل التفوق زاد عن زمان اه ندل نقول كده او يعني نسبة الدرجات بتبقى عالية لا لا كان عشان كمان انا ممكن كنت في الفترة دي اللي هي سنوية عامة كانت سنة تانية والتانية سنوي والتالت سنوي ففيه تحسين يعني فاهم اللي هو انا جايبة مجموعة انا مكنتش جايبة مجموعة عالي يعني بس اني لو هو بدخل بحسن لو انا جايبة مثلا خمسين من مية مثلا او لا عايزة اجيب اكتر او تمانين من مية عايزة اجيب اكتر طيب خلينا نكمل حوارنا معاكم بس ناخد تليفون ناخد مادام مونا من الاسكندرية مادام مونا صباح الورد عليكي مادام مونا صباح الورد مادام مونا ازاني كوات التعافيزيون شكرا يا مادام مونا اشكرك جدا طيب عايزة كمان اسألكو على الحاجة مهم جدا طيب نرد عن موضوع التنسيق انت شايفنا قزمة التنسيق ارتفاع الموضوع مش قزمة التنسيق هو الضغط على الكلية يعني انا كلية التب مثلا انا افترض انا كلية التب وعندي عدد معينة عايزة ادخل مثلا 200 300 1000 2000 فانا باخد اعلى الفين اه اوكي فالنس والتنسيق بي اعلى عشان هي عرض وطلب كلية عايزة الف واحد هتاخد اعلى الف واحد ده طبيعي انا مملك كلها دلوقتي بقت مجامحها كلها حتى اتجارة واتجارة انجليش تحديدا يعني برضو المجموع بتاعها بقى مرتفع دلوقتي مش حاجة وتساين تقريبا هو التنسيق الداخلي والوقتي بقى التنسيق الداخلي اه ما انا بولك هو التنسيق الداخلي اه اه بيعتمد على الانجليزي وبيعتمد على التنسيق بس هو شوية درجة يعني طالما كنت اتجارة في المطلق خلاص بيبقى بقى الفكرة كلها في التنسيق بتقعد في الدرجات الانجليزي يعني فهو ده المكبس شوية فهي قليلو نزول الدرجات او التنسيق دوت بيبقى عرض وطلب وحنا عشان يعني كلنا مروحين في ديريكشن واحد فكليات ديت بتعلي التنسيق افا طبيعي وحنا عندنا